اهلا بكم رفض البرلمان الاسباني الترخيص لجبهة البوليساريو وبعض البرلمانيين الاسبان المساندين لاطروحة الانفصالية عقد ندوة دولية حول الصحراء المغربية باحدى ارويقتها وحسب ما ذكرته وسائل اعلام اسبانية فقد كان مقررا عقد تلك الندوة يوم امس بالغرفة السفلة للكورتاسا الاسبانية التي كان من المتوقع ان يشارك فيها بعض البرلمانيين الاسبان المنتمين الى حزب بوديموس وكذا شخصيات تنتمي الى احزاب يسارية بعدد من الدول الاوروبية وبرفض البرلمان الاسباني احتضان غرفته السفلة لهذا النشاط بدأ الخناق يشتد على جبهة البوليساريو التي استشعرت تراجع الدعم الذي كانت تتمتع به في السنوات الماضية من طرف عدد من المكونات المؤسسة التشريعية الاسبانية بالاضافة الى خفوة جدوة المساندة التي كانت تحظى بها من فعاليات مدنية وبذلك تكون البوابة الاسبانية قد اغلقت في وجه البوليساريو ما يؤكد التغير الاجابي الكبير في مواقف اسبانيا من قضية الوحدات الترابية للمغرب على المستوى الرسمي والشعبي سيما بعد توالي فضائح هذه المنظمة الانفصالية وتورطها في عمليات ارهابية واختطاف اجانب من بينهم اسبان واتمديها في المتجرة في المساعدات الدولية الموجهة لساكنة مخيمة تندوف وقد اصبحت الجارة اسبانيا خلال السنوات الاخيرة اكثر حرصا على علاقاتها الثنائية مع المغرب اذا تحولت الى مدافع عن المصالح المغربية داخل الاتحاد الاوروبي وهو ما جعل العلاقات بين المملكتين الجارتين في احسن مستوياتها ترجمة نانسي قنقifiers